مرحبا، اليوم حابب أضيف آخر فيديو لسلسلة الربح من أمازون كيندل بيع الكتب الرقمية على موقع أمازون بناء على طلب بعض الناس اللي رسلوني وسألوني على نقطة مش واضحة عندكم أول نقطة حابب أحكي عنها موضوع الموقع اللي وطعتلكم إياه في الروابط لتحويل صيغة النص اللي أنا حكت به بالكتاب لنص آخر ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الموقع يا جماعة نحن نوضع النص هنا في الإنبوت تيكس اللي احنا عايزين نحاوله من الموضوع اللي احنا جبناه الرد من على الانترنت ما بصح أخذ هذا النص مثل ما هو وأوضعه في كتابي وبعدين نروح أنشره على موقع أمازون أمازون دايركت ونت بتحمل بالكتاب يقول لك أنه فيه تشابه كبير أكتر من 15% أو 20% ما بين النص الموجود في كتابك وما بين النص الموجود الرد بالانترنت ما بيقبل موقع أمازون مستحيل أي شخص يقبل بالدنيا أنك تأخذ شيء من إنترنت جاهز تروح تنشره للبيع على موقع أمازون الموقع شو بعمل؟ يأخذ المحتوى بشكل عام بغير صيغة المحتوى في الجانب الآخر هنا مع الحفاظ على الفكرة أو مع الحفاظ على الموضوع أو الموضوع أو الموضوع ما بغير أنت بتوضع نص مثل هنا الفقرة بتتكلم عن الرجيمة أو التخسيس هو بحولك إيها بكلمات أخرى باللغة الإنجليزية لكن ما بغير الخكرة وفقط بيختار كلمات من قموس اللغة الإنجليزية تكون متناسبة مع نفس الكلمات الأصلية بما يتناسب مع الغرض اللي أنت محتاجه أنت محتاج نص حصري إليك مش موجود بالانترنت هذه هي فكرة الموقع بكل صراحة استخدموه الموقع ما فيه أي مشاكل الموقع ممتاز جدا أنا استخدمت شخصيا فيه كتب أتنبيعها وما وجهت أي مشكلة هذا بالنسبة للناس اللي سألت الموضوع الثاني اللي هو تسعير الكتاب شو الفرق أنا لما اخترت 35% وشو الفرق بين 70% حاجة على هاي النقطة حاجة على الثلاث نقاط هنا هعمل Edit Book Pricing تغيير السعر أو تحرير السعر وأقولكم شو الفرق بين أنه اختار 35% أو 70% بسعر الكتاب لما أنا بقول لأمازون أنا عايز أخذ أرباح فقط 35% من سعر الكتاب يعني أنا باخذ يورو أو دولار واربعين سنت من سعر الكتاب اللي حطنا هنا أربعة دولار لكن هنا 70% أنا أخذ من أرباح الكتاب حيحكي واحد طيب ليش ما أخذ 70% أنا من رفح الكتاب لما أخذ 35% أمازون بقول لك أنه أنا بساعدك في ترويج الكتاب في طريقة بيع الكتاب أنا وكي بغامر بشوي من المبلغ مقابل أني أبيع كتابي وأحصل على بعض الريفيو هاي الفرق بين أني أخذ 35% من مجموع سعر الكتاب أو أني أخذ 70% 35% أمازون بساعدني في ترويج الكتاب لكن لو أخذ 70% يعني من أربعة دولار أربعة حنى 2 دولار وتسعة وستين سنت أمازون لا يتدخل في بيع الكتاب نحن لازم نتدخل بكل شيء تعمل حملات إعلانية تعمل إعلانات مدفوعة تعمل أي شيء لبيع كتابك لكن في 35% أمازون بساعدنا في رفع الكتاب وفي بيعه هذه النقطة بس كنت حابة أوضحها لأن في أكثر من شخص سألني عنها سأقوم بحفظ الكتاب لتحدث عن النقطة الثالثة كيف أقوم بعمل كتابي موجود في إعلانات أمازون المجانية هذا هو الكتاب الذي نشرناه مع بعض المرات التي تحدثت لتحدث هنا لأنني أقوم بعملت هنا إدتنج للبرايس ونحن نتقدم لا أستطيع أن أشرح لكم موضوع في إعلانات المجانية كيندل سنتظر هذه الفقرة تنتهي ويصبح الكتاب لايف 100% لا يوجد ريفو هنا بعدين سنشرح موضوع كيف تتوضعه في الإعلانات المجانية تبعات أمازون شو فائدة أني أعمل كتابي في الحملات الإعلانية المجانية اللي بوفر ليها موقع أمازون لما أنا أعمل بكتابي حملة إعلانية مجانية على موقع أمازون كده أنا بتيح للمشاهدين أو الزوار طبعاً موقع أمازون اللي فيزهم جاهزة يا جماعة على موقع أمازون إنه بضغط الزر يشتري أي كتاب إنه يشوف كتابي يتعرف عليه لأول مرة بشكل مجاني لعدة أيام ممكن أنا أحدد ثلاث أيام خلص أيام أسبوع مثل ما تحبه هذا المشاهد لما يجي أنا يشوف كتابي حتى لو ما قرر أن يشتري كتابي على الأقل ممكن يكتب تعليق بسيط لكتابي بيساعدني على نشر الكتاب بيساعدني إنه المشاهد الآخر بعدين ما نيجي يشتري الكتاب يكون الكتاب مش مجاني مدهوع إنه يشوف بعض الريفيو موجود على الكتاب يشوف كم بعض التعليقات موجود على الكتاب رح يشجع إنه يشتري الكتاب كمان بينا إحنا كجروب نشغل على أمازون كندل لما نوضع كتابنا في حملة إعلانية مجانية هذا يساعد الناس أو أصدقائنا و كنا نشعر لهم اللينك تبع كتابنا هم يحطوا بعض التعليقات على كتابنا وهذا يساعد في عملية البيع أنا عشان جماعة بسجل يوم الأحد أعتقد أنه الـ Updating تبع لـ Pricing اللي عملناها قبل شوية أنه تأخذ بعض الوقت عشان كده راح أروح لكتاب أنا برضو كنت ناشره قبل هيك بني نجي على عشان عمل أنا قبل هيك حملة إعلانية فأروح على Edit و من هنا أستطيع أن أختار الوقت المعين للحملة إعلانية مثلا هذا الكتاب نحن اليوم الثلاثة أوغسط سأقوم بعمل الكتاب في 5 أوغسط يبدأ من 5 إلى 8 و ينتهي هو أمازون ينتهي في فقط 5 أيام سينتهي في 9 إلى 8 تمام؟ سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأضع الكتاب حملة إعلانية مجانية لمدة 5 أيام هذا هو بشكل بسيط سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأقوم بعمل و من هناك مبعات كتبنا يوميا ليس أسبوعيا و من شهريا أجل بيع 2 أو 3 دولار كل أسبوعين أو كل ثلاثة تسابيع نقطة أخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي موضوع review و ممكن أن أستفيد من أنا داخل بالبسلر في الهيلث فتنس دايتينك سنفتح مع بعض أكثر من كتاب و نرى الـ review الموجود و ممكن أن أستفيد منهم هذا الكتاب عليه 1421 review ممكن أن نرى نستفيد منه سندور مع بعض كتابين هذا الكتاب عليه 600 هذا عليه 3000 review ممكن أن نرى و نستفيد مع بعض 1800 review دعنا نرى هذه الكتب عندما أأتي و أدور على review لكي أفهم الكتاب و أفهم الناس كيف كتبت تعليقات على الكتب لكي أتفاد هذا الشيء في كتابي إذا كان هناك خطأ في الغلاف في التصميم في طريقة الكتاب في الخط في أي شيء سأستفيد منه في كتابي سأقدم للقارئ كتاب ممتاز لا يوجد أي مشاكل و لكي أتفاد لكي أتفاد و لكي أتفاد نهايًا لنذهب إلى و لكي أتفاد كيف تحدث مثلاً هذا أول التعليق تشعر أن الشخص الذي كتب هذا التعليق و كتب له موضوع انشأ على الكتاب أول شيء سأخبره أن الكتاب يعني الاسم تابعه سيئ جدا سأخبر هنا أيضا عن موضوع الكتاب سأخبر أنه من البداية إلى النهاية أن الشخص الذي كان في الكتاب عمره لم يأخذ المسؤولية أعتقد أنه سأخبر مضمون الكتاب سأخذ هذا الكتاب لأنه سأخبره سأخبره أنه أخذت هذا الكتاب وقرأته لأنه من تعليقات المقترحة من أمازون نفسه حسنًا، أرى تصنيع آخر هذا الشخص يقول أنه سأخبره بسرعة تعليقاتنا تقريبا على المضمون نفسه عن مقصد الكتاب ليس عن الكتاب لأنه سأخبر أنه لديهم لبس في موضوع الكتاب وهو الغرور سأخبره 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 هذا الكتاب سأخبره 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 عن الكتاب هناك تعليقات سأخبره سأخبره قد محاولين وسأخبره سأخبره مع خطة محاولين سأتحدث عن القصة كانت مرحباً بالنسبة لنا بشكل عام الجماعة نحن ضروري جداً ننظر للتعليقات خاصة الكتب التي تكون في نفس المجال الذي نكتب عليه كتابنا مثلاً إذا كتبت كتاب عن الصحة أو عن تخصيص الوزن أي إن كان بغض النظر ابحث عن الكتب الذي في نفس المجال الذي تكتب فيه وذهب إلى البيتسلر وذهب إلى أفضل البائعين لكي لا تنافسك في أفضل البائعين انظر لجميع الكتب التي في نفس الموضوع الذي تكتب فيه وفي نفس النيش الذي تكتب فيه هذه هي من نقام هنا النيش يمكن أن ترى كلهم وتتظهر عليهم وتأخذ فكرة عنهم إذا كتبت كتاب عن تخصيص الوزن إذا ذهب إلى الكتب التي تتكلم عن تخصيص الوزن انظر للتعليقات ترى الناس ما تتحدث ترى الناس ما تحتاج موضوعات ترى فقرات ممكن تحتاجها ترى الناس أوقات تتحدث أن هذا الكتاب جيد لكن لو احتوى على هذا الموضوع تكون أفضل تأخذ هذا الموضوع وتضعه في كتابك ترى شخص يقول أن هذا الكتاب ممتاز لكن لا يوجد صور فأنت تأكد على أن وجود الصور في كتابك شيء مهم جداً كل هذه الأمور كل التعليقات السلبية ابعد عن التعليقات الإيجابية امسك النوت عندك على الكمبيوتر اكتب كل التعليقات السلبية الموجودة على الكتب وجهزها في كتابك ابعد عنها كل شيء في كتابك تأكد من كتابك خطوة خطوة هذا الشيء موجود في كتابي؟ لا الناس تابعين امازون يحب الكتب لكم فيها صور كتاب فيه صور أو لا؟ يحب الخط الواضح كتاب فيه خط واضح أو لا؟ يحب الكتب اللي فرماتها اللي هي التحرير تباحها التنسيق تباحها بناسب كتاب امازون جهاز امازون كندل عفوا جهاز كندل يا جماعة ما تترك فراغ بين الفقرات لما تجد تكتبوا على الورد ما تنسق بالطريقة العربية تبعتنا اللي احنا بنعرفها لورق ال-E4 لما تجد تنسق بالورد ما تترك اي فراغ بين الفقرات والتانية فراغ بسيط جدا لانو كتابك بروح اوتوماتيك على جهاز كندل ما بروح ورقات A4 مثل ما احنا متعلمين او متعودين نقرأ كتب عربية بننسق لاشياء عربية هذا كل شيء بشكل عام اتمنى ان اكون اجبت على جميع اسألات كل طرحتوليها في طريقات وبعض الناس اللي رسلوني وانا سعيد جدا انه في بعض الناس يعني بدوا بشاهدوا الكورس للي ما شاهد الكورس او ما بعرف عن شو بنحكي احنا بنحكي على موضوع النشر على موقع امازون هذا هو الكورس اللي اعملناه مع بعض واتبعناه مع بعض شوكوا في كورس قادم شكرا للجميع هذا كان كل شيء اليوم متمنى ان شاء الله تكونوا اشتفقتوا كتير ما تنسونا ما الدعاء والدعم في اللايك والاشتراك وكمان اذا حبيت الفيديو اكتر شاركوا مع رفقاتك لان هذا الشيء بدعمني اكتر خليني نزل فيديوهات اكتر السلام عليكم